أسعار تلاجات توشيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم إن شاء الله في الحلقة دي نتكلم عن أسعار التلاجات توشيبة العربي بإذن الله لو أول مرة تشاهدونا يتشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل إعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل ما هو جديد إن شاء الله في الحلقة دي نتكلم عن موديلات التلاجات توشيبة العربي بكل مواصفاتها وحتى السعر وحتى الابعاد بتاعتها والسعر اللي تليه. آآ طبعا المقاسات اللي حنقولوها دي المقاسات آآ اللي هي بيتقال عليها في السوق. مسلا اتناشر حلاشر تلتاشر. لا احنا عنقوله برقم الموديل. عنقول المسمى ليها في السوق عشان دلوقتي بدأت الشركات تغير التيكيت وتحط على تيكيت على باب التلاجة تيكيت اتناشر قدم تلتاشر قدم. هنقوله هي كم مقاسها ايه في القبل السوق ما يقوله وبعد السوق ما يقوله والاهم حاجة ان احنا نمشي برقم الموديل واول ما اسمعنا ان شاء الله اللي هو اربعة ونص ادم اللي هو الميني بار ده بتاعة المكاتب والمصائف وحاجات كده صغيرة دي بيبقى رقم موديل لها واحد وتسعين بيتقال عليها في السوق اربعة ونص ادم دي بيبقى الساعة الليترية بتاعتها خمسة وتمانين لت تبقى باب واحد اه الرفوف بتاعتها السلك اللون بتاعها سيلفر كفاءة استهلاك الكهرباء ايه بلد الصنع بتاعها تايلاند والضمان بتاعها بيبقى ضمان شركة توشيبان عربي ضمان عشر سنين ودي بتبقى دي فروست مش نوفروست دي زي ما قلنا سعرها في السوق خمسة تلاف جنيه اما الموديل اللي باعدين ان شاء الله فبيبقى رقمه واحد وتلاتين رقم الموديل واحد وتلاتين ان شاء الله هنكتبلكم زي ما انتم شايفين كده الارقام على التلاجات دي بيتقال عليها في السوق حداشر ادم دي الساعة الليترية بتاعتها ميتين ستة وتسعين لتر اهم حاجة الرقم الموديل والساعة الليترية هما دولت اللي هيحدودك التلاجة دي هل هي المقاس اللي انت عايزه ولا لا دي بيتقال عليها الشعبي بتقال عليها حداشر ادم دي بتبقى عدد الاتنين باب اللون بتاعها سيلفر بيبقى فيها فلتر بنانتريوم منقي للروايح الرفوف بتاعتها ازاز كفاءة استهلاك الكهرباء ايه فترة الضمان بتاعتها عشر سنين والتأفيل مصري ضمان مجاني شامل شركة توشيبة العربي دي سعرها عامل اربعة تلاف سبعمية وعشرين ورقم الموديل واحد وتلاتين اما الموديل التالي ان شاء الله اللي معانا بيبقى رقمه تلاتة وتلاتين والساعة الليترية بتاعته تلتمية واربعة لتر ده الرقم الدارج بتاعه في السوق او المقاس الدارج بتاعه في السوق بيتقال عليها اتناشر ادم دي بيبقى فيه منها لونين اه وفيه منها موديلين فيه موديل الشكل القديم وفيه موديل الشكل الجديد اللي نستعرضه دلوقتي ده الشكل القديم ده بيبقى اتنين باب فيه منه لون شامبين ولون سيلفر الساعة الليترية اه بتاعتها تلتمية واربعة بيبقى فيها فلتر اه بلاتينيوم عشان الروايح الرفوف بتاعتها ازاز كفاءة استهلاك الكهرباء ايه فيها تبريد للفليزر وتبريد للتلاجة مفاصلين عن بعض دي بيبقى سعرها اه خمس تلاف ده بالنسبة للموديل القديم اما بالنسبة للموديل الجديد او الشكل الجديد اللي هو الباب بتاعها فلات فيبقى اللون الشامبين سعره خمس تلاف خمسة وتلاتين واللون السيلفر سعره خمس تلاف خمسة واربعين فترة الضمون عشر سنين شركة الشيبة العربي ضمون مجاني شامل وبلد الصنع اه مصر الموديل اللي بقى دي ان شاء الله معانا بيبقى رقمهم سبعة وتلاتين ده بيبقى الساعة اللي تريد بتاعته تلتمية وخمسين في ناس في السوق بتقول عليه تلاتاشر وفي ناس بتقول عليه تلاتاشر ونص وفي ناس بتبيعه على سنة اربعتاشر لان هي شكل التلاجة ما شاء الله طويل ففي ناس بيستغل النقطة دي وبيبقى على سنة اربعتاشر فعشان كده احنا قلنا نعمل الفيديو ده عشان نبين للناس اه ايه الموديلات وايه المقاسات عشان ما يضحكوش عليهم في حاجة وياخدوا حاجة بدل الحاجة دي بيبقى رقم الموديل بتاعها سبعة وتلاتين دي بتبقى الرقم بتاعها او المقاس بتاعها هتدارك في السوق تلاتاشر ادم دي برضو في منها شكلين الشكل الاولين او الشكل القديم آآ بيبقى اتنين باب آآ بيبقى السعة اللي تريد بتاعتها زي ما قلنا تلتمية وخمسين في منها اللون السيلفر واللون الدهبي الرفوف بتاعتها آآ ازاز فيها فلتر بلاتنيوم عشان الروايح آآ بتبقى كفاءة استلاك الكهرباء ايه آآ بلد الصنع مصر فترة الضمان عشر سنوات بالنسبة للأسعار اللون الدهبي عامل خمس تلاف متين خمسة وخمسين واللون السيلفر عامل خمس تلاف متين خمسة وستين اما الشكل الجديد ان شاء الله اللي هو هنعرضو دلوقتي فده الشكل الجديد بيبقى نفس مواصفات الشكل الاولاني في كل حاجة مش هيفرق معنا غير في شكل الايد من بقرة اللي هي المقبض بتاعته هي دي اللي بتفرق معنا في في الشكل بتبقى نفس كل حاجة دي بيبقى اسمها ايد دائرية ورقم موديل سبعة وثلاثين جي ده بيبقى اسمها ايد دائرية ده سعرها بيبقى خمس تلاف تلتمية خمسة وخمسين اللون الدهبي وخمس تلاف تلتمية خمسة وستين اللون السيلفر اما الموديل اللى 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 الل فيها اداء داخلية اللي اي دي بيبقى فيها خاصية البلازمة البلازمة دي اللي هي ما بتخليش في روايح جوه التلاجة لو سمك او حاجة ما بتسيبش في ريحة جوه التلاجة الالوان بتاعتها بيبقى في منها الدهب وفي منها السيلفر كفاية استلاك الكهرباء ايه بلد الصنع مصر فترة الضمان دمان عشر سنوات دي بيبقى فيها لونين زي ما قلنا الدهب والسيلفر اللون الدهب بيعمل خمس تلاف تمنمية وتمانين واللون السيلفر بيعمل خمس تلاف تمنمية وتسعين دي ممتازة جدا وعليها دمان آآ دمان عشر سنوات شركة توشيبة العربي خش على الموديل اللي بعدين ان شاء الله بيبقى رقمه اربعين بي اتش طبعا كلمة بي دي جنب الاربعين دي حرف البي ده لازم يكون اساسي موجود بي يعني بلازمة حرف البي ده جنب الاربعين يعني بلازمة آآ الموديل ده بيبقى رقمه اربعين بي اتش ده بيبقى الاشكال اللي احنا بنتكلم علاقة ده الشكل برضو القديم وحنقول لكم الشكل الجديد وسعره عامل كم البي اتش ده في منه اللونين الدهبي والسيلفر السعر الليترية تلتمية خمسة وخمسين بيبقى شكل الايد زي ما احنا شايفين ايد طولية فيها اضاءة داخلية فيها خاصية البلازمة فيها الرفوف بتاعتها ازاز آآ كفاءة السلاك الكهرباء ايه بلد السنع مصر وآآ فترة الضمان عشر سنين دي سعر اللون الدهبي خمس تلاف تسعمية وتلاتين وسعر اللون السيلفر خمس تلاف تسعمية واربعين اما اللي قدامنا ده ان شاء الله فده الشكل الجديد برضو بيبقى رقمه اربعين بي آآ بعد البي بيبقى حرف ايتي سي او ايتي اس عنا نذكره يعني ايتي سي والتي اس ديت آآ بعد الشرح ان شاء الله دي بيبقى السعر اللي تريد بتاعتها تلتمية خمسة وخمسين الايد بتاعتها بتبقى عادية من جوه دفع آآ بيبقى فيها اضاءة داخلية اللي اي دي عشان تبين الحاجة اللي جوه خاصية البلاز ما ده شيء اساسي وثابت الرفوف بتاعتها ازاز الكفاءة ايه آآ بلد الصنع مصر فترة الضمان عشر سنين آآ رقم موديل بقى زي ما احنا قلنا الاربعين دي بيتقال عليها في السوق اربعتاشر ادم يعني عشان ما يجي ننزل ننسئل على اربعتاشر ادم ده رقمها اربعين بي تي سي يعني رقم الموديل بتاعها او الموديل بتاعها حرف اللي هي الباب الفلات آآ السي دي يعني الشامبين اللون الشامبين عامل خمس تلاف تسعمائة وستين واللون السلفر عامل خمس تلاف تسعمائة وسبعين آآ طبعا زي ما ذكرنا آآ ده الاشكال الجديدة اللي لسه نزلة من الشركة لو احنا عايزين نختارها ماشي عايزين نختارها اللي احنا متعودين عليه ما فيش مشكلة الموديل اللي بعدين ان شاء الله اللي هو رقمه خمسة واربعين في السوق بيتقال عليها ستاشر ادم ده بقى تلاتة باب آآ آآ رقم موديل زي ما قلناها رقمه خمسة واربعين الساعة اللي تريد بتاعتها تلتمية واحد وخمسين آآ آآ اللي في منها اللون الدهبي وفي منها اللون السلفر آآ هنزكر آآ بعض مميزاتها دي تبقى تلاتة باب في درج آآ آآ في ليزر ودرج التلاجة ودرج خاص بالفاكه والخضروات آآ طبعا فيها خاصية آآ فلتر منقل الروايح بلاتينيوم الرفوف بتاعتها ازاز الكفاءة الطاقة بتاعتها ايه فترة الضمان عشر سنين تأفيل مصري آآ السعر بتاعها اللون الدهبي ستلاف مية وتلاتين واللون السلفر ستلاف مية واربعين وزي ما قلنا ضمانها عشر سنين هنقوله الابعاد بتاعت كل تلاجة ان شاء الله عشان برضو الناس اللي عندها مساحات صغيرة او عايزت تعرف المساحة بتاعت التلاجة قبل ما تجيبها عشان ما اتضايقش عليها المكان فعنقوله ان شاء الله المقاسات بتاعتها بالزبط واول ما اسمعنا اللي هو الحداشر ادم ورقم موديله آآ واحد وتلاتين ده بيبقى العرض بتاعه ستين سنتي العمق لجوه تمانية وستين سنتي والارتفاع مية وخمسين اما الموديل اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى رقمه تلاتة وتلاتين العرض بتاعه ستين سنتي والعمق تمانية وستين سنتي والارتفاع مية وخمسين دي اللي بيتقال عليها في السوق اتناشر ادم اللي هو المقاس الشائع يعني مش المقاس الرسمي بتاع الشركة بيبقى رقمها تلاتة وتلاتين بيتقال عليها اتناشر ادم الموديل اللي بعدها ان شاء الله بيبقى رقمه سبعة وتلاتين ده برضو اللي بتقال عليه في السوق تلاتتاشر او تلاتتاشر ونص وفي ناس عب بتضحك على اللي قدامها لو هي مش عارف ان هو مستوع بالمقاسات فممكن يبقى على سنية اربعتاشر فالمهم احنا نسكر برضو ابعادها ان شاء الله ديك عرفته الموديلات بقى رقم موديلاتها بالسعر اللي تريدها بتاعتها عشان انتم عرفوا تسألوا عليها براحتكو. محدش يقدر يغيشكو في التلاجة. آآ السبعة وتلاتين دي بيبقى بعدها العرض ستين سنتي العمق تمانية وستين سنتي. اما الارتفاع فبيبقى مية اتنين وسبعين سنتي. الموديل اللي بعدها ان شاء الله اللي هو اربعين. وبرضو زي ما قلنا ده اللي بيتقال عليها في السوق اربعتاشر ادم. دي بيبقى العرض بتاعها آآ ستة وستين سنتي ونص. العمق تمانية وستين سنتي ونص. الارتفاع مية وستين سنتي. المأس اللي بعدين ان شاء الله آآ برضو اللي هو بيتقال اللي هو ستاشر دي ما فيم بتقالش عليه حاجة ده ستاشر. بتقال علي في السوق ستاشر. تلاتة باب. آآ رقم موديل خمسة واربعين. العرض ستة وستين سنتي ونص. العمق تمانية وستين سنتي ونص. الارتفاع مية خمسة وسبعين سانتي. ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا بالحلقة ديات وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن طلاجات ترنيدو العربي وبرضو ان شاء الله هنتكلم عن طلاجات شرب العربي. لو استفدت معنا ان شاء الله بالحلقة ديات انزل اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول باول. واهم حاجة تشطع زر الجرس على وضع الكل. عشان يجي لك اشعار بالفيديو. هو اعمل اعجاب الفيديو عشان الفاية يتعم على الناس كتير ومحدش يتضحك عليه في مقاس التلاجة عشان نبقى احنا ناس دين مشتريين واحنا عارفين الموديل اللي احنا عايزينه والمقاس والابعاد كمان بحيث ان احنا برضو انه في ابعاد عندنا معينة او مقاسات معينة في المكان نقدر نتحكم فيها وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته